استكمل مع بعض إيجاد مشتاق الدلة باستخدام التعريف المثال الثاني لو الدلة بتاعتي Fx بتساوي ثابت مضروف X حيث C ده إيه؟ ده عدد ثابت هعمل إيه؟ أول خطوة هشيل كل X وحط مكانها X زائد H في الطرف اليسار فيه هنا X يبقى أشيله وحط مكانها X زائد H في الطرف اليمين ده فيه X أشيله وحط مكانها X زائد H زائد C في H يبقى ده قيمة الدلة بعد التغيير وده قيمتها قبل التغيير الخطوة الثانية أطرحهم لتنين من بعض فهيبقى Cx زائد H اللي هي بعد التغيير نقص Cx اللي هو قبل التغيير Cx تروح مع Cx يتفضل لي C في مين في H التعريف بتاعي الاشتراكة بتاعي هو الفرق بينهم على H وأجيب له النهاية طيب الفرق بينهم كام C لما أقسمها على H ال H تروح مع H يتفضل لي C نهايتها بكام لما H تقول بصفر مفيش هنا H عشان عاوض عنها بقى يسوي كام C يبقى Cx مشتقتها بكام بصفر وخدنا لو C لحالها مشتقتها بكام بصفر طب إيه اللي ما خلاهاش بصفر هنا إن هي موجودة مع مين مع ال H فتتحط زيما هيا ناخد المثال الثالث بيقول لي Fx بتسوي جزر X أول خطوة بعملها بشيل كل X في الطرف اليمين واليسار وحط مكانها X زائد H ال X دي هتبقى X زائد H وال X دي هتبقى جزر X زائد كام H أجيب الفرق بينهم فما لاقيهاش يختصر هنا جزر X زائد H نقص جزر X ما ينفعش أختصر حاجة مع بعضها لإن ده تحت الجزر أقسمها على H وأجيب النهاية لما ال H تقول للصفر فده لما ال H يبقى بصفر هيبقى جزر X نصف جزر X اللي هو بصفر و H بصفر ده كمية غير معينة يبقى إيه هنعمل حاجة من اللي خدناه قبل كده طيب طالما فيه جزر يبقى أنا هضرب في المرافق المرافق بتاع مين بتاع البسط ده البسط ده في جزر ناقص جزر يبقى المرافق بتاعه أنا نغير السليب تبقى إيه تبقى موجة وطالما ضربت في المقدار ده فوق يبقى لازم أضرب فيه فين تحت فهضرب المقام في المقام والبسط في البسط طيب المقام في المقام هيبقى H مضروبة في المقام اللي هو ده طب فوق هيبقى مربع الأول ناقص مربع التاني مربع المقدار ده أن أنا أشيل الجزر هيبقى X زاد H ناقص مربع المقدار التاني أن أنا أشيل مين X فالX تروح معل X يتفضل لك H طب أنا عندي H فوق و H تحت يروح مع بعض خد بقى النهاية لما H بصفر لما تحط H دي بصفر نشوف إيه اللي هيحصل هتبقى limit 1 على جزر H جزر X زاد H زاد جزر X أحوش دي لأنها هتبقى بصفر فضلك جزر X وجزر X يبقى 2 جزر X إذن لما تكون الدلة بتعطي جزر X يبقى المشتقى 3 1 على 2 الجزر ناخد كمان مثال F في X بتسوي 2X تربيع زاد 3X زاد 5 أول خطوة أشيل كل X وحط مكانها X زاد H أهي X دي حط مكانها X زاد H X دي X زاد H X دي X زاد H نشوف الكلام ده لو فكيته ده لما فكه هيبقى الأول تربيع الأول في الثاني في الثنين زاد الثاني تربيع لكن خلي بالك كل ده مضروف في كام في الثنين فهتيبقى 2X تربيع لما أضرب ده في الثنين يبقى 4HX أضرب ده في الثنين يبقى 2H تربيع طب أفك القوز ده يبقى الثلاثة هتضرف في الحد الاول ثلاثة اكس وثلاثة في الحد التنين ثلاثة اتش زائد كام ثلاثة خمسة طيب اطرحهم الاثنين من بعض ده اللي هو بعد التغيير اطرح منه اللي هو قبل الايه التغيير هتلاقي اتنين اكس تربيع تروح مع اتنين اتش تربيع ثلاثة اكس تروح مع ثلاثة اكس الخمسة تروح مع الخمسة تفضل لك كم حد ثلاثة اللي هو اربعة اتش اكس 2H تربيع 3H طيب أنا ممكن أخذ H مشترك لما أخذ H مشترك تفضلي من هنا 4X من هنا 2H من هنا 3 بقسيمها على كام؟ على H فالH دي هتروح مع الH دي يتفضلي limit 4X زائد 2H زائد 3 لما عوض في النهاية بقى عن كل H بصفر هيبقى المقدار ده بصفر يتفضلك 4X زائد 3 4X زائد 3 طيب عايز أقول لك ملاحظتين الملاحظة الأولى إن أنا طالما لسه ما عوضتش عن الH بكام فكلمة limit ماشي معاي limit ماشي معاي أول ما عوضت عنها بكام limit رحت أده أول حاجة الحاجة الثانية أنا عايز أجيب علاقة بين ده بين ناتج وبين الدل الأصلية مش ده ثابت مشتقطه بصفر وعشان كده مش موجود طب 3X من المثال اللي فات هتبقى 3 طب ده بقى دي جات إزاي إن اللي 2 ده ضربتها في اللي 2 بقت 4 طبعه والأس ده نقص واحد كانت اتنين بقت كام واحد ترجمة نانسي قنقر